السلام عليكم وإياكم محمد خان نكمل سلسلة الـ Dental Management of Medically Compromised Patient اليوم سنأخذ الـ Pregnancy نعرف أن الـ Pregnancy ليس مرض هو عبارة عن حالة فسيولوجية سنأخذ انترو مقدم نعرف حقائق عن الحامل بعدها سنأخذ الـ Dental Management ما يتعامل مع المرأة الحامل بيئة الأسنان وبعدها سنأخذ أكثر موضوعين عليهم جدل اللي هو الـ Radiographs وهل نأخذ X-ray لـ Patient حامل والموضوع الثاني اللي هو وما هو الـ Drugs هل نطي الـ Patient أدوية؟ وما الأدوية اللي يكون نطيها؟ وما الأدوية المفروض لا نطيها للـ Patient؟ فبدينا نعرف أي مقدمات زايدة؟ يلا نبدأ الدرس نأخذ أول شيء إنترو أو مقدمة بسيطة نتكلم بها على الـ Pregnancy المعلومة اللي كلتنا نعرفها أن الـ Endocrine changes are most significant basic alteration that occurs with pregnancy ما معناها؟ معناها أن التغيرات الهرمونية هو أكثر شيء سيحدث لما المرأة تكون حامل هذا الشيء لماذا ذكرناها؟ ذكرناها لأن عندها كذلك على الجسم أول شيء ستجعل الأعضاء الرئيسية في جسم الإنسان ستجعلها تشتغل بطاقة أكثر من الطبيعي مثل القلب كليتين وغيرها إن شاء الله ثاني شيء ستغير طريقة التعامل الجسم مع الإنفلاميشن وهذا الشيء سنتحدث عنه لما سنتحدث عن الجنجيفيتس ستجعلون أنه الجسم سيبالغ بطريقة التي يتعامل بها والكالكولوس الذي هو موجود في فمه البيشن ممكن من فترة طويلة لكن في هذه المرحلة سيسبب لها مثلا الالتهاب الشغلة الثالثة والذي ذكرها المرجع وقال ركزوا عليها لأن أغلب الناس لا تتمي لها وهو العامل السايكولوجي ستعرف أن هذه مرحلة مهمة بحياة المرأة الحامل ستجعلها ستجعلها متقلبة المزاج شوية تخاف لديها شكوك فبهذه المعلومات التي تعرفها أن مفروض أن تهيئ جو وتكسب ثقة هذه المرأة حتى تسهل على روحك الشغل وحتى هي تكون عليها الجلسة بسيطة فنحن نأخذ المعلومات عامة يقول لك الفتيق طبعا نعرف أن الحامل مقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة أثلاف الثلاثة الأول يسمونها وما هي هذه المرحلة؟ هذه المرحلة هي التي تكون بها أعضاء الجنين وهذه المرحلة تعتبر مرحلة خطيرة لماذا؟ لأن أعضاء الجنين عندما تتكون في هذه المرحلة يكون الجنين حساس لأي شيء حساس للأشاعل حساس للشغلات حساس للأدوية حساس لأي شيء يصير بالأم أو تتعرض للأم سيطلع بالجنين فهذه المرحلة تعتبر خطيرة فالأفضل أن نحن هذه المرحلة نحاول أن نحن نأجل أي شيء ليس إمرجنسي ركز وياي أي شيء نأجله إمرجنسي لا نشتغلها فالفتيق ما قاله؟ أكثر شيء واضح هو الفتيق ستحس بالتعب وإن شاء الله ثاني يذكرها ما هو أنه أنه ما معناها؟ ما معناها؟ معناها بها المرحلة نفسها ستكون معرضة المرأة لأنها مرأة تصير عليها سينكوبي مثل الأغماء أو الأعياء والبوسترال هايبوتنشن الذي ذكرنا عليه ما هو الذي لا يحضر محاضرة الهيبوتنشن الناس اللي تأخذ هايبوتنشن ستصير عليها ببوسترال هايبوتنشن ما معناها؟ هذا البيشن إذا قعد بوضعية معينة فترة طويلة لما رح يغير وضعيته رح يحس بالدوخة فهذه هي هايبوتنشن نجي السبع دين ما ستدخل بالثلث الثاني اللي هو اللي هو الثلث الثاني اللي هو بعد ثلاثة أشهر لأننا نعطي الحمل تسعة أشهر الثلاثة الأولى الثلاثة الثانية الثلاثة والثلاثة الأخيرة اللي هما اللي هما الثلثة الثلاثة 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 تحتوي على شعور والثلاثة والثلاثة بعض المرحلة في هذه المرحلة المرأة الحاملة ستحس أنها أفضل من المرحلة الأولى في هواي تحس أنها شبه طبيعية ما عندها أي مشكلة وهذه المرحلة تعتبر أأمن مرحلة اننا نستطيع نشتغل بها ماذا اللي هو اللي هو مرحلة مهما كانت التريمستر مفوضة نشتغلها مفوضة ننقذ الأم نعالجها هذه المرحلة ولا كمين مشكلة في الثلاثة القرية فالثلاثة رصية ثم يقوم وصورة الكثير من يحل الثلاثة المرحلة الفتيغ ستفتح وستفتح ومثل اكتئاب وكل لماذا؟ لأن الفتيغ سيزاد لأن حجم الفيبي سيكبر لذلك سيزيد التعب فهي شغلات معلومات عامة نعرفها كلتنا عن الحمل شغلة مهمة جدا وهذا السؤال رح يجيكم بالمسي كيو اللي هو شنو اللي هو دورينج ليت برغنانسي اللي هو شنو يعني بنقدر نقول بعد نص الفينومينا هاي عبارة عن شنو هاي عبارة عن حالة تصير لما انت تجي بيشنت مرأة حامل وتشتغلها بالعيادة وتخليها مرأة حامل مثل هاي الصورة لاحظوا بياي هاي شغلة شنو ستسوي ستسبب ان الرحم اللي به الجنين سيضغط على وريد مهم شنو اسمه اسمه الانفيريور فيناكافا اسمه الانفيريور فيناكافا وهذا سؤال مهم جدا بالعمل فلما الجنين يضغط على هذا شنو سيسبب سيسبب في خلل في السيركوليشن مع الدم ليش؟ لأننا نعرف ان الأوردة هي ترجع الدم فشنو سيصير انسيفيشنسي بالقلب شنو سيحس البيشن شنو ستحس البيشن ستسون سيسبب في ان الضغط ينزل سيسبب في ان الضغط ينزل و سيصير خلل في القلب ما رح يضطي انتاجية مثل الطبيعي و سيسبب في شنو ستفقد الواعي العلاج مرته سهل جدا انك انت شنو انك انت ترول تسلل البيشنس على الجانب ركزه وياي انك ان تميل البيشنس تخليها تنام على جانبها الأيسر اذا صارت لك هذه الحالة بالعيادة والمفروض هي طبعا ما تحدث لان انت بعد عرفت المفروض شنو ستسوي انك انت اتنائيب البيشنس على جانبها الأيسر اول ما تنائيب البيشنس على جانبها الأيسر شنو سيحدث الرحم بعد ما سيضغط على الفينة كذلك سيرجع الفلوما البلود سيرجع البيشنس الطبيعية فانت دائما لما تعالج بيشنس داخل العيادة لا تضعها سوباين بوزيشن تضعها سيمي اوبرائت معنها شنو معنها شبه انه هو قاعدة مستقيم او مرات شنو اذا كلش تقيت نائيبها على جانبها الأيسر فان شاء الله مهمة تعرفوها اللي هي اسمها سوباين هايبوتينشن سندروم وعراضها شنو رح يبدي البروت برشور رح يقل براديكارديا رح يبدي القلب يدق بطريقة سريعة سويتنج ناجا ويكنس و اير هنجر رح تحس البيشن كأنها ما جاءتكدر تتنفسه وين the patient is in supine position هاي معلومات عامة أخذناها عن البرغنانسي نأتي حسنا شنو نأخذ 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 دنتال مانجمونت شون نتعامل ويا البيشنط الحامل داخل العيادة ركزوا إياي لاحظوا إياي إذا كنت تتكلم المرجع عن العامل النفسي البرغنانسي is a special event in women's life hence it's an emotionally charged experience قل لك إن البرغنانسي أو الحامل هو عبارة عن شيء مميز أو شيء مهم جدا في حياة المرأة فشنو؟ فهاي المرحلة رح تكون emotionally charged رح تكون المرأة مليئة بالعواطف في هذه المرحلة Establishing good patient-dentist relationship that encourage openness honesty and trust is an integral part of successful management معناها شنو؟ معناها أنك أنت تحاول أنك أنت توطد علاقتك ويا البيشنط وتكون هاي العلاقة مبنية شنو؟ على الانفتاح أو أنك أنت تكون مفتوح وياها وتتكلم بكل يعني مثل نقول كل الصدق والحونستي اللي هو النفس الصدق والترست أن تكون أكو ثقة بينك وبين المرأة الحامل هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن جزء مهم جدا في أنك أنت تحسوي successful management لهذه المرحلة وهذه شيء مهمة وأغلابنا ما نهتم لها أغلابنا نعامل المرحلة الحامل كأنا أي شخص يأتي وهذا طبعا شيء خطأ أنت خلي ببالك أن هذا الشيء مهم بحياتها وراح تكون مليئة بالمخاوف ومليئة بالتخاف على الجنين وتخاف على روحها فهذا الشيء طبيعي فدائما خليك مرن خليك سهل التعامل استقبلها بابتسامة رح تلقي أن هاي البيشنط خلص خلتك أنت طبيبها للأفد هذا الشيء مهم بحياتها تقوم بحياتها وحياتها للاحظ يعني لاحظ هذا الشيء البسيط الذي ستفعلها ما ستسببك؟ ستسبب أن تنقص وحياتها إليك أنت أو للحياتها إن شاء الله ستركز عليها ما هي نعرف أن تقريبا 10% إلى أكثر من 10% من النساء الحامل يستعدهم ضغط مع الحامل كنت سامعيني يليك صارد الضغط بالحامل هذا الشيء طبيعي فأنت ماذا تفعل؟ لازم أي بيشنط حامل تأتي عندك لازم تقيسر هذا الضغط لازم لماذا؟ لأنها مرات حاملة روحها أو لم تتابع روحها بشكل طبيعي فأنت مرة تنبه على أن هي ممكن صارد الضغط فأنت ماذا تفعل؟ لازم ترجع الدكتورتها مع النسائية وتفعلها فلا أي بيشنط ينصح دائما بأي بيشنط تأتيك للعيادة بريغنان لازم تقيسر هذا الضغط لن تأخذ منك دقائق سيستوليك أبوذ 140 و ديستوليك أبوذ 90 ها أخذناها أين؟ أخذناها بالفيديو مع الهايبرتنشن اللي لم ترى فإذا وجدت أن هذه الأرقام 140 أو أكثر والديستوليك نقيت أكثر من 90 هذه عبارة عن عدها عراض الهايبرتنشن فلا يجب أن تفعلها لابد أن تشجعها أن تذهب لها و تسألها عن هذا الشيء و تحول الطبيب و تحولها إلى مثلا دكتور مع الضغط و يستطيع أن تفعلها المعلومة الثانية مفهود نعرفها ماذا يقول كلمة مالك مالك ساستوليك و داستوليك يقول لك كلمة بريئكلامسيا هذا اللي أريد أن أركز عليه كلمة بريئكلامسيا ما معناها؟ معناها عبارة عن تحدث بالحامل أن الضغط يزيد نتيجة للحامل وهذا الضغط يسبب يسبب في دامج للأورجن و نعرف أن أكثر أورجن يتأثر بالضغط الذي هو الكليتين لماذا؟ بها الشرينات الصغيرة و إذا صار بها ضغط و يسألها دامج و للأسف لا نستطيع نسألهم أي تعويض الذي لم يرى محاضرة الكيدني ديزيز يروح يشوفها و سيعرف هذه المعلومات كلهم فالبريئكلامسيا تستطيع أن تقوم بمحة المحاولات إذا كانت المحاولات و لا تعرف بروحها تستطيع أن تقوم بها لأنها لابدتها لابدتها لأنها لابدتها لأنها لابدتها لو أن الأسف المحتاجة تن你是 حالة تستطيع أن تقوم بسيطة بسيطة فإن الان count يجب أن تتقوم بسيطة أم المترجم ممتاز جداً عندما تحتاج الانتوبياتيك لابدتها كيف تتبع الانتوبياتيك؟ لابدتها لابدتها لنأخذها من العتصال مهمة جداً جداً اللي هما التي نعرف هل ه هذا الدواء هل نستطيع أن تطيع لها هو لا أو أن انك إذا كنت تضطيها Antibiotic approved by the Physician اللي هو الدكتور اللي هي التابعة عنده دكتور أو دكتورة النسائية اللي هي التابعة عنده إذا قال إن هذا الدواء تأخذها خلاص تقدر تأخذها لا يوجد أي مشكلة نأتي للأنالجيسيكس اللي هم المسكينات If analgesic are required consultant with the physician طبعاً ما مثل ما قلنا نفس الشيء بالنسبة للأنالجيسيكس والأنالجيسيك اللي هي التي تسأل أو هي تسأل المسكينات التي تأخذها طبعاً نحن نعرف جميعاً أن الأسيتامين اللي هو منه اللي هو البنادول أو الباراسيتامول is the drug of choice هيا رح تلقوها بجميع المراجع بجميع الجمعيات الجمعية الأمريكية للطب النساء الجمعية للأطفال الأسنان يقولون أن المرأة الحامل الأسيتامين أو الباراسيتامول هو drug of choice يعني في حال أن هي تريد مسكت هذا أفضل دواء وأكثر دواء يعني يعرفون أنه هو آمن إليها if other analg6 are required use with approval of physician باختصار أوفر عليكم إذا البيشنت إجدتك وتحتاج مسكن طيها بنادول إذا قلت لك أنا ما يمشي هي البنادول وأريد شيء ثاني قلت لها تواصلي إلى الدكتورة ماتيج وقلت لها أنا أريد مسكن وهي رح توصل لك هاي باختصار نأتي إلى الأنستيجيا اللي هو التخديم The usual local anesthesia with vasoconcerter are safe to use provide care is taking not to exceed the recommended dose ما معناها؟ معناها أننا نستعمل لها الأنستيجيا ماكو أي مشكلة بعدا نحن أخذ طبعا ما الأنستيجيا حتى هي بها FDA classification سأحطيكم أفضل شيء باختصار الليتوكين هو drug of choice أو الأنستيجيا of choice في حالة نحن نريد نخدر الـ pregnant سواء كان topical أو كان يعني نستعملها كإنجيكشن بالنسبة للأنستيجيا نحن نعرف أن بعض الدول مرخصين أنهم يطلون أدوية مهدئة للأعصاب فشانه يقول لك Avoid use of most anxiolytics حاولك تتجنب جميع أو أغلب المواد أو الأدوية التي مهدئة للأعصاب short term use of nitrous oxide can be used if needed provided 50% oxygen is used ما معناها؟ معناها إذا تريد تستعمل الغاز اللي هو nitrous oxide تقدر تستعمله ماكو أي مشكلة يجب أن يكون بتركيزه Oxygene B 50% البلينيج ماكو أي مشكلة الـ breathing مثل ما قلنا شنو جنب أنك تتحط الـ patient بـ supine position على مدلعي يصري لها supine position syndrome بسيط جدا بالنسبة للـ blood pressure watch for supine hypotension مرات أنت تتحط الـ patient بـ supine position ستقيس الضغط ستجد الضغط نازل يجب أن تقيس ما هي تكون upright أو semi upright يعني شبه قاعدة مستقيم If patient is in supine position most likely in late third trimester roll the patient on left side if hypotension occurs مثل ما قلنا أن هاي شاء الله تصير supine position syndrome بالlate third trimester ليش؟ لأن بها المرحلة خلاص الجنين تكون وحجما صار الحجم الشبه كامل فهنا رح يبدو الضغط على الـ inferior vena فهذا ليش يصير بالlate third trimester فمثل ما قلنا roll the patient on the left side يجعل الـ patient مثل ما نقول يدور على جانبها الأيسر إذا صارتك hypotension رح ترجع نورمال طبيعي chair position مثل ما قلنا قاعدين نتكلم عن hypotension patient may not be able to tolerate supine chair position in third trimester cardiovascular elevated blood pressure can be sign of pre-eclampsia مثل ما ذكرنا نلاحظوا أن تركيزنا بالpregnant patient لما تيجي العيادة هو الـ blood pressure اللي هو الضغط كل ما تيجي العيادة يصير الضغط حتى لو بالبداية ماكو اي مشكلة واذا علينا أن الضغط عليه refer to physician for follow up للـ drugs مثل ما قلنا هسا نحن أخذهم بعدين avoid all drugs if possible طبعا هذا شيء مستحيل if drugs are needed use FDA category A or B اللي نحن أخذهم بعد شوية بالنسبة للـ equipment take only necessary radiographs نحن نذكرهم بالـ مثل ما نقول الموضوع اللي بي جدل كبير جدا اللي هو الـ radiograph بس باختصار use lead apron and thyroid color اللي هو نستعمل شنو نستعمل شنو نستعمل واقي الرصاص نستعمل الواقي مال thyroid اللي هو يتلبس على الرقبة emergency anticipate the possibility of supine hypotension if in the third trimester خلي ببارك نكتب مثل ما قلنا مرات الـ patient ستدخل supine hypotension في حال كانت في الثرد trimester وعرفنا العلاج ما تشنو roll the patient on the left side ممتاز جدا حسنا نجي شنو نجي لهذا الجدول البسيط السهل جدا اللي هو شنو الشالات اللي نقدر نشتغلها للـ patient في الترامستر الثراثة طبعا مثل ما قلنا نحن ان الـ emergency تشتغل لها بأي وقت يعني ما بها أي مثل ما نقول قانون معين بس شنو الشالات الـ elective اللي تقدر انت تسويها تقدر انك انت باختصار بالثلاث trimesters تقدر تسوي لها play control oral hygiene instruction scaling and polishing and curation معنى شنو مثل ما قلنا احنا او مثل ما هذكر بعدين patient pregnant pregnancy ما رح يسبب لها مشاكل باللثة هاي شغلة مهمة جدا نحن قبل ما نقول نقول ان الـ patient pregnant او ما تصبح حامل رح شنو رح تبدو تتكون عدتك اللوسات و رح تبدو تتكون عدتك مشاكل باللثة هاي خطأ طبعا هو شنو هو الأعراض الموجودة اعتدتها او اذا كان عدتها كالكوس في تلك الفترة رح شنو الـ response و ضعف ها هي القصة كلها فشنو نحن نسوي black control oral hygiene instruction يعني يعني شون نحفزها نحفزها تعتني بسنونها أكثر و نقدر نسوي لها scaling polishing curatage اهم شي شنو avoid elective treatment urgent care only خاصة بالفرست بالفترة اللي يتكون بها شنو الأعضاء مع الجنين بالفترة الثانية تقدر تسوي الشغلات اللي هما elective ماكو اي مشكلة لكن شنو الـ general recommendation تقول ان حاول انت المرأة الحامل لا تشتغلها اي شيء الا لو كان super important مهم او emergency تشتغلها مثل ما قلنا و اذا كان شيء مثلا مؤثر على عشقة كلها انكسرت سنها يعني تريد حل تستغلها لتشتغلها لتشتغلها الثاني الثاني يعتبر حتى هو آمن لا يوجد مشكلة ولكن ما هنا الفتيقة سيزيد وهنا حجم البطن سيزيد فسيكون ما تكون ما تقدر تتحمل هنا تقدر على الكرسي هواية فهما سيكون مزعج لها هذا خطير وهذا مزعج وهذا يعتبر relatively آمن هذا باختصار حسنا فعرفنا باختصار ما عندنا اي شيء مهم مثل ما قلنا اهم شيء اللي هو الركز بالضغط نأتي اصلا شيء مهم جدا اللي هو نحن نعرف دائما ان شنو يقولون يقولون ان المرأة الحامل يعني الأشاعة مضرة الأشاعة ممكن تسبب مشاكل تشوهات بالجنين هاي انشاء الله هذا عبارة عن عرف عام الناس كلها تقول فرح نجيب هذا المقطع رح نشوف شنو الحقائق اللي رح نعرفها عن الإكسراي طبعا حدوخكم دوخة شبيرة جدا بالأرقام بس ان شاء الله لازم تعرفوهم المعلومة الأولة تقول ما معناها؟ ما معناها؟ من جميع الشالات الاحترازية اللي نحن نسويها للبيشنت لما نأخذ الإكسراي أهم شيء شنوه؟ اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو الواقع الرصاص والثايرويد هاي لازم تكون موجودة بالعيادة إذا كانت عندك هاي موجودة بالعيادة طبعا الشالات هاته اللي هو هاي الشالات الثلاثة إذا عندك تقدر تاخذ إكسراي للبيشنت يعني قد 100% وما بيها أي مشكلة وطبعا الأرقام رح أتكرها بقعة شوية رح أتأكد هذا الشي فشنو قلنا قلنا إنه الليد اي برين مهم جدا ثايرويد كولر إنه هو الواقع ما الرقبة حتى هو مهم إن أدشن ديجيتال راديوغرافي ماركبلي ريديوز رادياشن هل نعرف شنو نعرف إنه السنسر أو مثل ما نقول الجهاز الإلكتروني تقلل الدوزمال إكسراي إلى النص أبتو 50% من عن شنو عن طريق الفيلم هو باختصار هو الفيلم أصلا يعتبر الدوزمال تقليلة فتخيل أنت تجد تستعمل الدجيتال راديوغرافي اللي هو بعد أقل من عنده وطبعا اللي في حال إنها كنتم ما تعرفون وإن شاء الله سأذكرها إن شاء الله بمحاضرات الراديولوجي لكن كما علومة عام ما أخذوها إن الأفلام ثلاث أنواع اللي هو الدي والإي والأف باختصار الدي هو أبطأ شيء الإي هو الجاي بالميدل والأف اللي هو أسرع شيء إذا كنتم تحفظوها إن الأف هو الفاست هو أسرع واحد شنو معنى فاست؟ معناها إن هذا الفيلم يحتاج إلى دوز قليلة من الإكسراي حتى إن هو يسجل أو يرسم لنا شكل العظام وشكل السن باختصار هذا هو فإذا نستعمل الدي هي أبطأ شيء هو أقدم شيء حالياً طبعاً جاي يشجعون لك التنفض ما تستعمل الإي وراء جاي اللي بعد حتى ويعتبر زين أسرع وأسرع شيء شنوة اللي هو الأف واللي أقل منهم شنوة طبعاً يعني لاحظوا بياي إن هذا سريع فالدوز قليلة بس هذا الديجتال رايديوغرافي أقل منه بنص أقل منه بخمسين بالمئة فلاحظوا جيد الديجتال رايديوغرافي يعتبر شيء ممتاز وأنصح أي شخص عنده عيادة وإذا كنت تعرفون الفرق ما هو إن هذا ميزة فقط إن هذا لا يخيط نعرف أن الديجتال رايديوغرافي أو شيء غالي إذا طاح منك أو تكسر طبعاً كارثة إن شاء الله الثاني إن هذا لا يخيط يعني فيلم تستطيع أن تضعه لبيشنط مثلاً عند فتحة الفم صغيرة لا تستطيع أن تأخذ الـ X-ray بطريقة صحيحة لأننا نعرف أن حتى السنسور مع الـ X-ray يكون حجم بلقي شوية سميك فممكن يسوي غاقري فليكس ومشاكل فهذا لا عبارة عن فيلم عبارة عن مثل الورقة تضعها وراء السن وتقدر تأخذ صورة بشكل طبيعي لكن مع ذلك أشجع الجميع أنهم يستعملون الديجتال رايديوغرافي ممتاز فنجهز أن نأخذ نجهز أن نأخذ الأرقام أنا سأقول لكم سأدوخكم الأرقام الـ American Academy of Pediatrics and the American College of Obstetricians and Gynecologists have published guidelines stating هذه عبارة عن جمعية الأمريكية للأطفال والجمعية الأمريكية للطب النساء ماذا قالت؟ قالت كالآتي هذه عبارة عن الـ state المفروض التي نمشي بها Diagnostic radiological procedure should not be performed during pregnancy unless ما معناها؟ معناها أن مفروض أن أنك لا تأخذ X-ray للمرأة الحامل أبدا إلا لو سنرى ماذا ما معناها؟ معناها أن المعلومة التي تتطلعها من X-ray هذه المعلومة أنت لا تتحصل عليها بأي طريقة ثانية يعني إذا كان عندك كاريس لا ترى بعينك كاريس مثلا 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 تريد تعرف أن هذا الالتهاب ونواصل لا تتنبأ لا تتعرف ونواصل مثلا خائف أن يذهب إلى المكان الثاني وشغلات معلومات لا تتطلعها بالجمعية العادية ويجب أن يكون مفروضة لأن الصورة ستأخذها حتى لو كانت صورة واحدة يجب أن تكون في مصلحة الشغلة مهمة ومجرد أنك أنت مثلا تعملها قبل فترة وجدتك حامل وتشاهد مثلا تشاهد مثلا تشاهد مثلا فالو أب للإندو إذا كان ما بها أي ما بها أي مشاكل لا خليها بعد الوضع بعد ما تولد تقدر تسوي لها وتأخذ لها X-ray فهذه إن شاء الله مهمة جدا القانون كالآتي هذا هو القانون مالتنا ما تأخذ X-ray لل patient unless طبعا هاي الكلمة رح تقولون تخوف الناس إن هذا X-ray هو عبارة عن شي خطير ما نعلم أو لا هو مجرد حماية للpatient والدينتست وهذا نعرف القيم مع X-ray حتى تعرفون X-ray قليل نجد أن أخذ المقاييس طبعا المقاييس يجب أن تعرفوها و يجب أن تكون نحافظها لماذا؟ أولا ستأخذكم بال MCQ ستأخذكم بالراديولوجي و ثاني شيء ستعرفون ماذا نقول تعرفون المقياس أو تعرفون جد هذه X-ray هل هي مضرة أو لا طبعا المقاييس و هي عملها الانترناشنال سيستم اللي هو السيستم العالمي ما هو المجممينت أوف أبزورب دوز تسمى بالGray عبارة عن وحدة قياس اسمها هي ما هي اللي هي تعبر عن الدوز الممتصة الدوز الممتصة فقط تسمى بالGray الوحدة القياس الطبية ما لاتنى اسمها CentiGray تساوي 1 راد هذه وحدة قياس رادييشن عامة ما لها علاقة بالطب هذه الأمانة لا تريد تركزون بها اللي يريد تركزون بها اللي هو هذا هاي اكثر شي مهم عدنا اللي هو السيفرت السيفرت شنوه شين الفرق بين السيفرت وبين الGray الGray هو مثل ما قلنا اللي هو وحدة قياس الأشعة الممتصة فقط السيفرت هو وحدة قياس الأشعة التي تمتصها الجسم الإنسان وتأثيرها السيء على جسم الإنسان يعني باختصار هاي نقدر نعبر عليها حتى على شنو حتى على جسم يمتص أي شيء مثلا حائط أو مثلا أي شيء أبجيكت السيفرت لا السيفرت للشالات البيولوجيكية يعني شنو للأجسام البشرية فشنو قلنا 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 بإشعاع الأكل الأكل اللي تشوفها الفواكه كلها بها أشعاع الشمس تتعرض لها يوميا كلها بها أشعاع فشنو قاسوا أو شافوا شنو المفروض إنسان قد يتلقى أشعاعها باليوم ونفس الأشعاع اللي نحن طبعا نستعملها بالإكسراي فباختصار شنو قالوا قالوا أن بالنسبة للسيفرت هذه معلومة لتكم تركيزون بها إن الانيوال دوز أو الدفعة السنوية المفروض الإنسان يتعرض له هو واحد ميلي سيفرت واحد ميلي سيفرت اللي هو شنو اللي هو يعني سيفرت واحدة نقسمها على ألف واحد ميلي سيفرت خلنا نجي نشوف إش قد هيتعادل بال اللي هو شنو اللي هو الأكسراي ما الأسنان فور دياغنوستيك اكسراي اكسراي واحد سيفرت إقوال واحد غري مثل ما قلنا هاي غري لا تركيزون بها بس إذا تحبون تعرفون واحد سيفرت تساوي واحد غري نجي هسا للكلام اللي نريد هاي المعلومات خذوها كمعلومات عامة بس هاي اللي أريدكم تركيزون بها الناسونال كونسول أو رادياشن بروتكشن كونكولود ذات إكسبوزر لسا خمسة راد أو خمسة سنتيغري ورنوات ورنوات خلاص هذا هو المقياس أو هذا هو الشي اللي ننقيس عليه إذا كان تعرض الإنسان لأقل من خمسة سنتيغري بالسنة مثلا سنقول ورنوات اسوشيات ورنوات اسوشيات ورنوات مالفورميشن إذا كنا أقل من الخمسة هذا الشيء شنو سيسوي ما رح يسبب أي مشاكل على الجنين أو عليك أنت حتى هو تمام نجي هسا ناخذ المعلومات الأخرى نجي ناخذ هذا لاحظوا يعني هذا عبارة عن شنو هذا عبارة عن تايبل أو مقارنة سنقارن بها الأشعة سنقارنها بشنو بالإكويفلنت باكراوند ما معناها؟ سنقارن الأشعة بشقد نحن نتعرض للأشعة هاي من اليوم العادي إذا مثلا دعنا ناخذ البوستيرير بايت وينج بالفلم اللي هو السريع مالفورميشن هاي وشين واحدة قياس واحدة قياس مايكرو سيفرت ما قلنا؟ قلنا السنوية واحد ملي سيفرت ماهي بالمايكرو يعني بعد نقسمها على ألف قلت لكم أنا سأدوّغكم الأرقام عشالات مهمة جدا اللي حسروحا انهو داخل مافتهم رأيتكم تركزون بهذا الجدول أكثر شيء اللي غري والسنتي غري ما رأيتكم تركزون بها لأنه مصطلحات تعبر عن الراديولوجي بشكل عام بس اللي اللي رأيتكم تركزون عليه هو الميلي سيفرت والسيفرت والمايكرو سيفرت فشنو قلنا؟ قلنا إن البوستيرر بايت وينج بفل ما تساوي؟ تساوي خمسة مايكرو سيفرت لاحظوا يا ما تتعادل؟ تعادل أنك تتعرض لأشعة الشمس بوينت ستة لاحظوا يا إذا ناخذ باختصار هاي أرقام تقربها بعدين الفل ماوث بالسنسور تعادل خمسة وثمانين مايكرو سيفرت يعني تعادل كشنو كأنك أنت تعرضت كأنك أنت تشتغل بيوم 10 أيام فلاحظوا الكمية قليلة إذا نقارنها بشغلات أخرى اللي هو شنو؟ اللي هو الأشعة التي ناخذها بشغلات ثانية يعني ما لا علاقة بالأسنان مثلا لاحظوا يا هذا 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 الصورة المقطعية مايكرو سيفرت تساوي تعرضك للشمس 682 يوم لاحظوا وطبعا باريوم إنما اللي هو يستعملوها بشنو؟ يستعملوها بالكشف ما جي آي تي اللي هو الكشف ما المعدة الجهاز الهضمي لاحظوا يا تعادل 847 يوم وهي الأرقام الثانية فلاحظوا يا إن أقل شيء عندنا شنو الأسنان يعني لاحظوا يا البانوراما تعادل تعرضك للشمس ليوم إلى ثلاثة أيام يعني أرقام قليلة جدا حسنا نحن نأخذ نحن نأخذ إحصائيات صارت أو دراسات صارت شوفوا يا هذه الدراسة جديات رح تبهركم The risk of first generation fetal defect from a dental radiograph examination is estimated to be 9 in 1 billion ما يعني؟ ما يعني؟ الرزق أو الخطر هذه معلومات أيتم تحفظوها وما تقولها للبيشنت لأن أنتم مهمتكم شنو؟ مهمتكم أنكم تثقفون البيشنت المشاكل التي ستحدث The first generation fetal defect التشوهات الجنينية التي ستحدث للبيبي عن طريق أنك تأخذ dental x-ray هي 9 مليار يعني يجب أن تأخذ x-ray لمليار مرأة حامل 9 فقط سيصبح عندهم مشكلة يعني هذا الرقم يعتبر ما نقول؟ نقول مثلا خمس حالات من 100 ألف يسمونها rare بالطب خمسة من 100 ألف يعتبر شيء rare نسمي شيء نادر تخيلوا 9 من 1 مليار يعني رقم مطبيع المعلومة أو الحقيقة الثانية الريبورت found that those two women after full mouth راديوغرافي using lead apron is less than 0.1 مايكرو سيفرت شنو معناها؟ معناها إذا أنت تأخذ full mouth راديوغرافي يعني تأخذ series كاملة راديوغرافي لمرأة حامل ملبسها lead apron راديوغرافي lead apron ملبسها thyroid shield الكبر مع الرقبة هو شنو الناتج الأشعة راح أتعرضها لها هو 0.01 مايكرو سيفرت وشنو which is at least one thousand fold below the threshold shown to cause congenital damage to the newborn شنو معناها؟ معناها إذا تأخذ 16 x-ray لبيشن ملبسها lead apron ملبسها thyroid color الدوز اللي راح تتعرضها هي أقل بألف مرة من الدوز اللي محتمل إنه ممكن تسبب مشاكل للجنين يعني مثلا نقول إذا الدوز سنقول مثلا مين فانت شقدم سوي انت ألف مرة أقل وانا ملطي أنت 0.001 فهي شنو أقل من ألف مرة يعني لاحظ شقدت الدوز قليلة المعلومة الثادثة معلومة الثادثة ما تقول تقول إن الدوز 2 دونت لحظة لحظة مركزين على أنك تلبس البشنة اللي هو واقي الرصاص ملطي 700 مقارب من 1 بمقارب هي شنو دوز رح تتعرض لها كأشعة أقل ب 700 مرة من الدوز اللي ستحصلها وهي طالعة من العيادة وراجعة للبيت يعني 700 مرة أكثر رح تحصل إنها طلعت من العيادة وردعت للبيت تعرضت لشمس أشعة الشمس الطبيعية هاي فلاحظوا أجتد كمية الثادثة قليلة خاصة شنو باستعمال نجد هذه المعلومة العامة التي تأخذوها هذه المن؟ هذه للطبيبات أو الذين يشتغلون بعادة الأسنان والذين هم حوامل يعني هذه ليست بأسنان هذه هي عبارة عن المرأة الحامل داخل العيادة نحن لاحظوا أننا كأطباء أسنان هذه المعلومة في أمريكا النظام يتبعون الناس الطبيعيين الذين لا يشتغلون مسموح لهم مشكلة مسموح لهم 1 ملي سيفر بالسنة مثل ما قلت لكم الأسنان يعني شون نقول إلى حد 5 يقدرون لا يعدهم أي مشكلة طبعا الضرر في جسم الإنسان لا يصير إلا أكثر من 50 ملي سيفر لازم 50 ملي سيفر يبدو يصير ضرر على الإنسان فأنتوا لاحظوا أن المسموح طبعا نخلينا بأمريكا اللي هو 1 اللي الطب أو الناس اللي تشتغلوا خمسة يعني خمسة قاعدة أقل من 50 ملي سيفر وطبعا الوقت يشتغلون بالمصانع النووية وهذه المسموح لهم 20 حتى 20 يعتبرون آمنين لماذا نحن قلنا المقياس اللي يبدأ من وراه صغير مشاكل هو 50 ملي سيفر طبعا هذا شيء يعني شبه مستحيل هنا يصير نبيات الأسناك مستحيل أنت حتى طبعا هناك مثل التاكز يتعلقوهم تلبسها أنت وبعدين شنو هذا التاكز يظل يمتصر أشياء على أنت تمتصها وبعدين شنو يقيس دائما دائما الرانج منتهم أقل من 1 واللي كل شيء يشتغل وما مهتم بنفسها تلقى 1.5 لكن مع ذلك الرادييشن عبارة عن شيء تراكمي ونحاول نحن نقلل منه بقدر المستطاع أنا مارد هذه المعلومات يستعملوها الناس أنهم يصيروا بدهم يظلوا يستعملون الأكس راي بطريقة يعني ثم نقول جنونية أو بدون أي رقابة القانون أعرفنا من الأول ما تستعمل الأكس راي إلا لما يكون عندك سبب وجيه أنك أنت تستعمله لكن لاحظوا من الأرقام هذه أن موضوع الأكس راي جدا جدا لا يوجد أي مخاوف طبعا ما هو الاحترازات العامة المفهولة ما هو اللي هو ويرا فيلم باج اللي هو مثل ما قلنا هذا عبارة عن باجة لبسه يقيس لك أو شوف كمية الأكس راي أنت تتعرض لها تقوم بشكل أكس راي من الأكس راي طبعا هذه معلومة مهمة جدا وأنا شخصيا أغلط بها لما نأخذ الأكس راي قبل لازم هذا الأكس راي نحن نأخذ به الأكس راي التوجه مالته أو المكان ستبشي به الأشعة الأشعة على الأغلب ستبشي بطريقة مستقيمة أنت لا توقف أو لا تخلي أي واحد يوقف بهذا المجال وما يجب أن تبعد تبعد 6 فيت أو ما نقول مترين عن التوبهيت والأفضل في حال أنك كان مثلا عندك أنت باب هذا الباب ملبس برصاص هاي تصير بالعياذات أنك تسوي تحط الباب قدامك بهذه الطريقة تضمن أنك أنت شبه 100% أنك أنت لا تتعرض لأي نوع من أنواع الأشعة ممتاز الآن أخذنا الراديوغراف وغرفنا إن شاء الله تمهم نأتي الآخر شيء وشيء بسيط جدا وهو الدرغز أو الأدوية المفوضة نضطيها للبيش شو الأدوية المفوضة نضطيها للبيش الجنرال رول شن هي القاعدة العامة شن هي القاعدة العامة تقول أن الدرغ تقوم بسيطة تقوم بسيطة تقوم بسيطة مثل الإكس راي الحامل حاول أن قدت لا تشتغلونهم هذه عبارة عن قواعد عامة لازم تقال لازم نحاول نحن نطبقها بس هو أصلا كاتب المرجع كاتب شيء مستحيل ما مستحيل أن المرأة الحامل مثلا لا تمرض أو لا تحتاج دواء فنحاول نحاول نقلل بقدر المستطاع نحن نضطيها دواء أولى نأخذ شاء الله مهمة أغلب الناس تسمع بشيء اسم الكاتوغوري أو شنو أو البرغنانسي درغ كاتوغوري هاي عبارة عن شنو عبارة عن مثل القايدلاين أو مثل التوجيهات حطتها من وحطتها الف دي اي اللي هي الفود درغ أدمنستريشن نيو اس اللي هي منظمة الأغذية والرقابة على الأدوية الأمريكية سوت مثل التقسيمات هاي التقسيمات عبارة عن شنو عبارة عن تقسيمات نقدر نعرف بها هل هذا الدواء نقدر نطي البيشنت حامل أو لا زين عالش على أي أساس هذا قسمه قسمه على حسب التقسيمة الآتية عندك الكاتوغوري A الكاتوغوري A أو التقسيمة رقم A تقول ما معناها؟ معناها أن صارت دراسات حصلوا دراسات على مود وهذه الدراسات أثبتت فشل هذا الدواء في أنه يسبب أي مخاطر للجنين سواء كان في الفرس أو في اللياتر شنو ما معناها؟ المشكلة في هذه المواضيع نحن ما نقدر يعني ناخد مجموعة من الحوامل ونقول يلا اخذوا هذه الأدوية ونشوف هل هذا الشي سيأثر عليهم أو لا اللي نقدر نسوي شنو واللي سوت الـ FDA شنو أن أي معلومات أي شيء صار عندهم جمعو وسووا عليه دراسات هذا لماذا سنلقي أن بعض الكاتوغوري يقول لك نحن ما نعرف لماذا لأن هذا الشيء غير أخلاقي أن نضطي أدوية ونجرب ناخد راحتنا بالتجارب بس الكاتوغوري A عبارة عن تجارب صارت بصدفة أو مثلا أكو فترة صار بيها مثلا شيء معين وسووا دراسة عليه ولقوا أن هذا الدواء مثلا اكتشفوا أنه ما عنده أي أثر أو ما لأي تأثير على الجنين فهذا الكاتوغوري A يعتبر أأمن شيء آمن جدا لأن الدراسة مثبت أنه الكاتوغوري B يقول أيضا أن تجارب تجارب لا تظهر رسكة فترة ولكن لا يوجد تجارب في مرأة مرأة أكرم اللهم سووا تجارب على الحيوانات وهذه التجارب أثبت فشل أن هذا الدواء يسبب أي مشاكل للحوامل الحيوانات لكن ما عندنا معلومات عن المرأة الحامل أو أن سووا تجارب على الحيوانات وأثبتت أن هناك نوع من الأدفرس أثبت يعني هناك شيء أثر على الحيوانات لكن هذا لم يتم تأكيده على المرأة معناها يأما لا يوجد شيء على الحيوانات يأما يوجد شيء على الحيوانات لكن لا تأكد على الفيميل هذا هو الاختصار نحن 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 لاحظ كلما نزيد كلما سيزيد الخطر كاتوغوري قال أيضا تأكد أيضا تأكد على الحيوانات معناها سووا دراسة والدراسة أثبتت أن هناك خطأ في الحيوانات أو أن لا لدينا معلومات لا على الحيوانات ولا على الوما ما نحن لا نعرف هذا الدواء حتى على الحيوانات لم نجرب هذا يعتبر هنا إذا أريد أن نضطي دراسة لازم المصلحة تغلب المضار لازم نضطي البيت ونعرف أن هذا سيفيد أكثر ما نعرف هذا لا على الحيوانات ولا على الوما واختصار الثانيات لا أذكرهم الكاتوغوري هذا مضار سواء كان للمرعة الحامل أو كان للحيوانات الأكس إن هذا مضار جدا مفرد ما نستعمل إذا نريد نستعمل الأدوية لازم تكون A or B or C في بعض الحالات هذا هو القانون العام A B نضطي مباشرة إن شاء الله ماكو أي مشاكل C نضطي ل هاي عبارة عن شنو هاي عبارة عن لستة الأدوية رح تلقوها طبعا هاي إن شاء الله أنا أخذها من المرجع وذكرتها طبعا المرجع في بداية السلسلة هاي أنصحكم جميع أنكم تقرؤوا هاي عبارة عن شنو الأدوية ويطيك شنو يطيك الكاتوغوري مالتا لاحظوا بياي أشهر الأدوية نستعملها اللي هي اللي هو اللي هو اللي هو ممتاز جدا يعني تشوفها نضطي هل هو هل هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو كاتوغوري C وأو يعني أأكل منهم C أأكل منهم D فاشونه قال أسباب ما تستعمل ما رأى حامل ما تطيها أسبرين نهائيا باختصار أوفر عليكم السيتامينفين هو رقم واحد بالنسبة للأيبو بروفين والنابروكسين اللي نعرفهم النوبين والأيبو بروفين الأيبو بروفين والنابروكسين هم بالثيرد تريمستر هم كاتوري C و D يعني ها إن شاء الله أنا دعوان سويت دراسة بغير مكان لقيت أن الأيبو بروفين C و D في الثيرد تريمستر يعني بالثيرد تريمستر خطيرات ليش؟ لأنه يسببون في مثل ما نقول Dr. Arterios هاي شاء الله تجيكم بالمسي كيو Dr. Arterios عبارة مثل الشرينات والوريدات الصغيرة بالبيبي رح يسبب أغلاق رح يسبب شنو Pre-mature labor إنه رح يكون يجي ناقص وعند مشاكل بالرأة شاء الله مثل هاي فشنو الآيبو بروفين ما نستعمله بالثيرد تريمستر بس لو تجون تشوفوا إنه هو بالثيرد تريمستر والثيرد تريمستر ستجدوه بي يعني تقدر تطيه أنت بالفرست والثيرد تريمستر بس أنت شنو أنت عمشي بالأسيتامنفين إذا الأسيتامنفين ما مشى وحتاجت إلى مسكن أقوى وكانت بالفرست أو السكن تقدر تطيها العبو بروفين ما كان مشكلة لكن تجنبهم جدا في الثيرد تريمستر هاي شاء الله مهمة جدا لأنتوباياتيك أحلى شيء إنه أغلبهم بي لاحظوا إياه أغلب لأنتوباياتيك تقدر تطيه وحنا طبعا أشهر شنو ما أموكسيسيلن بي أزوثرومايسين بي واللي هو الميترونيدازول اللي هو الفلاجيل بي اللي ما تطيهم مهمات جدا اللي هو التتراسايكلين هذا نحن قلنا شون يسبب يسبب التصبق بالأسنان ويسبب حتى مشاكل بالعظام ممنوع جدا تطي مرأة حاملة التتراسايكلين هذا عبارة عن جناية وما تطيها الدوكسيسايكلين هذا الدوكسيسايكلين يعني مضاد معروف يستعملوا حتى بالأكني بالحب الشباب على ما تطيهم نهائيا لبيشينت حامل باختصار أموكسيسيلن أزوثرومايسين ميترونيدازول ما بهم أي مشكلة وما أكثر والمست كومن شسمة مست كومن أنتوبايتك نستعملهم نجي لللوكال أنستيجيا أوفر عليكم لوكال أنستيجيا في حال with or without ابنفرن الدراج هو اللي دوكين اللي هو الحسن الحظ أكثر شي نستعمله اللي دوكين كاتوغيري بي أرتيكين سي بيوبي فيكين سي بنزوكين سواء كان توبيكال سي يفضلون شنو يفضلون كيف تستعمل اللي دوكين توبيكال ويم الحوامل طبعا هذا الشيء نعرف أن البينزوكين أكثر شي موجود عندنا بالعيادة كتوبيكال فالأفضل أنت تجيب شنو يجيب اللي دوكين توبيكال تتراكين هو إن شاء الله تحاول تتجنبهم باختصار أوفر عليكم ليدوكين سواء كان إنجيكشن أو سواء كان توبيكال هو أو أو ممتاز جدا نأخذ نأخذ بسيطة جدا ما قلنا قلنا أن الجنجيفيتس يغير من طريقة تعامل الجسم وإنفلاميشن يعني في حال كانت هذه تكلسات ومشاكل باللفة كانت بسيطة ما سيحدث الجسم سيبالغ بالريسبونس وما سيبدأ تبين عليها أعراض جنوب اللي هو الجنجيفيتس فما نقول نقول دائما أن المرأة الحامل الحامل اللي سيسبه له الجنجيفيتس هو لا الكلمة الصحيحة أن الجسم يبالغ بالريسبونس وما معناها إذا كان فم البيشن أو هاي البيشن مهتم بنظافة الفم مرضها ما رح يصبح لها جنجيفيتس وما رح يصبح لها أي مشاكل لو كان عندها شي بسيط رح يبالغ بالجسم رح يبين إنها كأنما عندها أو كأنما طلع لها مثل ما نقول الجنجيفيتس أو مشاكل باللثة الجديدة نحن نشوف ماذا نحن نشوف ماذا من المرأة الحاملة يزيد إفراز الأستروجين وإفراز البروجسترون نحن عرفنا المرأة الحاملة يزيد عندها إفراز الأستروجين وإفراز البروجسترون فهذا الهارموني إذا زاد وما سيصبح مبالغة بالإنفلامتري ريسبونس طريقة تعامل الجسم الجنجيفيتس الجنجيفيتس بيجان في الجنجيفيتس وإنفلامتري الجنجيفيتس ببعض في الجنجيفيتس ستبدأ تقريبا في الجنجيفيتس ستبدأ عن طريق المارجن الحواف مع اللثة وإنفلامتري هذا الخط الأحمر ستبدأ شغلة مهمة لابد أن نعرف ما هو البروجست في حال أن هذا استمر الجنجيفيتس ما سيصبح سيسبب أنه يكون بايوجينيك جرانيلومة أو بروجست هذا مصطلح مهم جدا يكون تركزون به إذا يأتيكم بالمسي كو يأتيكم بالأسئلة دائما في حال تفاقم موضوع الجنجيفيتس سيسبب شيء بايوجينيك جرانيلومة عبارة عن مثل الانتفاخ يحدث بالعادة دائما بالإنتردنتال بيلا بهاي الطريقة وهذا الانتفاخ يصير للحوام الأكثر فالشيء يسمى الانتفاخ أو تيومر يصير بالبريغنانسي بهاي الطريقة عبارة عن تفاقم أو أنك تتحول إلى هذه الحالة طبعا ما بأي مضار وما سبب خطر علاجة علاجة كنت تسوي كونترول للبلايك يعني شنو تسوي سكيلنج كوريتاج بوليشنج تمشي وإذا كان حجم كبير وظل حتى بعد ما يصير يعني ملات الظل شنو طالعة زايدة شنو نسوي نسوي بالليزر سيرجيكال أو ليزر إكسجيجن إذن 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 مستيكيشن ديكتايت معناها معناها في حال أنه هذا الحجم كان ملاتك كبير وانت سويت بعد سويت سكيننج والبولشنج ملاتك لأنها خاف بس الحجم ملاتك كبير يسوي عن سيرجيكال إذن إذن تقصها قص أو بالليزر الليزر طبعا نعرف أنه أحسن لأنه لا يستطيع بليدين لا يحتاج حتى لا يألم حتى فنستطيع نقصها بالليزر ونحن تمشي أمورها تمام هذا معلومة مهمة أنتو تحفظوها وتقولوها للبيشن معناها أن الحمل بنفسه ما يسبب أي مشكلة باللثة ما يسبب مشاكل باللثة بل الشي يسوي يفاقم أو يزيد سوءا أي شي أنت موجود عندك المعلومة الأخيرة طبعا معلومة أنا استغربت أنها موجودة للأمانة لم أتوقعت أن العالم الغربي يفكرون مثلنا ما يقولون يقولون أن المثال عليه حديث بين النساء يقول لك أنا كل ما أحمل أخسر السن كل ما أحمل ألقي عندي سن بها مشكلة وأوضيح سن لماذا؟ لأن الكالسيوم الموجود بالسن مالتي يحتاج الطفل فشن يصير نقص بالكالسيوم هذا شيء طبيعي يصير عند الحوامل فشنو الكالسيوم يطلع من السن فالذوب السن يصير صفت يعني يطيح على مود أن البيبي يطلع لا بأي مشكلة طبعاً هذه كلمة منتشرة لدينا أسمعها دائماً أنا بس لا توقعت أنه حتى العالم البره يقولون المعلومة تقول أن الكالسيوم الموجود داخل الأسنان هو بالفورم النهائي وبفورم عبارة عن كريستال موجود مترسب داخل السن ما يقدر الجسم بطريقة أنه يذوب ويرجع يستعمله ويضطي سواء كان البيبي أو لعظام الفيميل فهذا خطأ ومعلومة خرافة تعتبر كالسيوم يتحرك من العظم لتحرك هذه المعنى الكلمة الأصح أو الشيء الصحيح أن الكالسيوم يطلع من العظم لا يطلع من السن السن فورم نهائي لا يستعمله صغير الطبقات وخلص الذي لم يطلع الكالسيوم الكالسيوم يطلع من العظام صح يعني إذا كان يكون نقص بالكالسيوم سيسحب الكالسيوم من العظام ويضطي للبيبي فهذا يجعل أن الأطباء سواء كان طبيب الأسنان أو طبيب النسائية يوصف للبيش الحامل كالسيوم سيبليمت اللي يوم وشان مكملات غذائية تحتوي على الكالسيوم هذه الشغلات خليوا بالكم ما رح تساعد في أن تحميل الأسنان هذا شيء ما مضمون نهائيا لماذا؟ لأن الموضوع لا علاقة لكن سيساعد في حماية العظام مع الأم ف يعني شو نقول نقدر نطي ما كو أي مشكلة اللي هو الكالسيوم سيبليمت وبالعاد أصلا يضطو الطبيبة المرأة أكثر من الطبيب الأسنان فهي معلومة حبيت أذكرها حبيت تعرفوها أن الكالسيوم الموجود في الأسنان لا نستطيع استعماله الكالسيوم الذي سيطلع هو من العظام فهذا هو باختصار أو مو باختصار كل المفروض نعرف عن ال هذا كان درسنا لليوم إذا استفدت لا تنسى الاشتراك بالقناة عن طريق المكان المشرك عليه كاتب عليه سبسكرايب أو إذا تحب تشوف باقي المحتوى الذي قدمه تقدر تشوف ه عن طريق الواتش نيكست على المكان المشرك عليه وإلى حين ألقاكم دمتم بخير جميعا